منذ مدة ليست ببعيدة بدأ الحديث يكثر عن عودة العلاقات المتوقفة بين تركيا ونظام الأسد إذ تعددت التحليلات والتكهنات مبرزة الأسباب والمجبات ومدى إمكانية ذلك فإذا كانت أنقرة هي التي امتلكت زمان مبادرة حينئذ وفتحت الباب للحديث عن احتمالية عودة علاقاتها مع نظام الأسد عبر عدة تصريحات صدرت عن مسؤولين أتراك من مختلف المستويات حول إمكانية الحوار مع النظام وإعادة ترتيب العلاقات بين البلدين مضيحة بشكل صريح بأن هناك اتصالات تجري بين الطرفين على المستوى الاستخباري واليوم يأتي دور نظام الأسد الذي لمح لأول مرة عبر صحيفة الوطن المقربة منه عن تغييرات شملت مسؤولي الملف السوري في وزارة الخارجية التركية هدفها كما رأت الصحيفة توفير الظروف المناسبة للتقارب مع دمشق ووفقا للصحيفة التي أوردت تحليلا لخبراء لم تسمهم أوضحوا بأن التغيير الدبلوماسي في الخارجية التركية يندرج في سياق إيجاد فريق جديد للملف السوري يرسم ويقود التوجهات الجديدة لأنقرة حيال تحقيق مصالحة مع دمشق بعقلية وذهنية جديدة تختلف عن سلفه في اقتراح وتنفيذ سبل الانفتاح بحسب تعبير الصحيفة يبدو أن لعبة عودة العلاقات بين تركيا ونظام الأسد قد نقلت الكرة إلى ملعب الأخير والذي بدأ بتوجيه إعلامه ليعبر بشكل أو بآخر عن أمنياته في ذلك اشتركوا في القناة